السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم نتكلم اليوم عن موضوع زينة السماء الدنيا وما فيها وقبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد وشكرا لكم لنبدأ لا يخفى عن الجميع أن السماء من أعظم مخلوقات الله عز وجل لنا في هذه الحياة الدنيا بما أوجده سبحانه وتعالى فيها من أسباب التهيئة والتسخير وقد بين لنا ذلك في غير ما موضع من كتابه الكريم فهو قد بناها بسمكها ووسعها وأحكمها ورفعها من غير عمد وجعلها سقفا على هذه الأرض وحفظها وزينها بزينة مسخر لنا حتى نستطيع عيش حياتنا وتأدية ما وكننا به وعلى الوجه الذي أمر هنا قد نسأل أنفسنا ما هي الزينة التي وضعها الله عز وجل فيها الجواب لا يكون بالظن والتخمين كما نقول دائما وإنما بما يتوافر من الأدلة العقلية والنقلية فمن الناحية العقلية هناك مجموعة من الأدلة التي تثبت لنا حقيقة وطبيعة تلك الزينة ومنها أن تلك الزينة تتمثل في النجوم والكواكب الفرق بينهما فقط في المسارات والحجم والطلوع والنزول والحركة وقد تحدثنا عن ذلك كثيرا لذا كان القدماء يسمون الكواكب بالنجوم السيارة أي المتحركة وثانيا أنها كلها ذات طبيعة ضوئية تموجية متغيرة والدليل أن هناك العديد من الأشخاص الآن قد قاموا بتصويرها على هذا الشكل الذي ترونه وليس كما يقول هؤلاء وثالثا أن كل حركاتها مرصودة ومعلومة منذ أن عرفها الإنسان حول نجم الشمال الثابت من الشرق إلى الغرب في قبة السماء على الأرض الثابتة المستقرة وتجارب مثل التجربة التي يطلق عليها اسم تجربة فاشل إيري المغيبة اليوم عن رفوف المكتبات خير دليل على إثبات ذلك ما نراه في صفحة السماء سواء بأعيننا أو بواسطة الأجهزة لا يتطابق أبدا مع ما قاله ويقوله هؤلاء اليوم نحن نرى النجوم ومجموعاتها وبروجها لكن ليس بالشكل أو البعد الذي يقولون عنه نحن نرى الكواكب السيارة الخمسة ذات الطبيعة الضوئية التموجية ولكن ليس كما يدعي هؤلاء نحن نرى الشهب وزخاتها لكننا لا نرى النيازك والمذنبات التي يقولون عنها إذن من نصدق؟ ما تثبته لنا الحواس والتجارب؟ أم ما ترسمه الحواسين؟ من جهة أخرى نجد أنه نحن كمسلمين نصدق بكل ما جاء في كتاب ربنا ونوقن به ونعي كل الوعي أنه ليس هناك أحد أعلم بالصنعة من صانعها لذا فمن الناحية النقلية هناك العديد من النصوص التي تثبت لنا حقيقة تلك الزينة وطبيعتها ووظيفتها وتدعم بوضوح ما نشاهده وندركه بحواسنا يقول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين من هذه النصوص القطعية الدلالة نجد أن الزينة هي الكواكب التي وضعت في السماء من السيارات والثوابت أي النوعين معا نجوم وكواكب وأن تلك الزينة قد وضعت للناظرين إليها أي لنا نحن من على سطح الأرض وبالتالي هذا إثبات آخر أن الأرض ليست بكوكب وإلا لدخلت في عموم الزينة وبطل معنى هذه الآية وكذلك أن تلك الزينة بالإضافة إلى دورها الأساسي هذا لها خصال أخرى خرقت من أجلها وهي رجوم للشياطين وعلامات للاستدلال بها أي أن لها ثلاث مهام أساسية لا غير تزين السماء بضوئها المتلألئ المتفاوت السطوع وحركتها المتناغمة الدقيقة في ساعة الملكوت ورجوم للشياطين الذين يحاولون استراق السمع للملأ الأعلى وهذا الرجم ليس بجنس النجم أو الكوكب وإنما بالشهب التي تنفصل عنها فهي كما قلنا ذات طبيعة ضوئية موجية متغيرة لذا تدفق كميات من الضوء منها على شكل شهب لا يؤثر في طبيعتها المتغيرة ولا يفنيها وبالتالي هذا إثبات آخر على أنها ليست كما يقول هؤلاء سواء في النجوم أو في الكواكم والثالثة أنها علامات بارزة وظاهرة يستدل بها على الطرقات والأوقات والمواقيت والمواسم مثل نجم الشمال والثورية والشعرة ونجوم البروج وغيرها وهنا قد يسأل أحدكم هل الشمس والقمر من تمام الزينة التي وضعت في السماء أم لا فأقول له إن الشمس والقمر ليس من ضمن الزينة الموضوعة في السماء الدنيا فهما أولا لا يتواجدان في هذه السماء وما نراه ما هو إلا انعكاس لهما وصورة والدليل أن الله عز وجل بيّن لنا ذلك فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وثانيها أنه لم يذكرهم الله عز وجل من ضمن الزينة وثالثهما أنهما مثل باقي الأجرام التي في السماء والتي لا تدخل ضمن الزينة كالأجرام السوداء الكاسفة والخاسفة والتي هي مسخرة لتأدية مهام معينة وليست للزينة ولمعرفة موضوع الزينة أكثر ارجعوا إلى الآيات النص والدالة على بداية أحداث يوم القيامة في سورة الانفطار والانشقاغ حينئذ تتأكدون من الوضع كيف كان وكيف سيصبح ومن كل هذا فإن ما نراه ونرصده في قبة السماء هو وجود حقيقة العالم المغلق المزين بزينة النجوم والكواكب والمسخر فيه الشمس والقمر عالم محدود بسقف مبني ما له من فروج جعلت فيه ظواب الدقيقة تسيره وتحفظه عالم كلما نظرنا إليه بعمق تأكدنا بأنه من صنع الخبير العليم وليس بخيال الهرم السقيم تتجلى فيه كل معاني الحكمة وعلى غير ما يدعي هؤلاء في الأخير هذه نبذة قصيرة عن من سأل عن زينة السماء الدنيا من لديه سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم